موسيقى مرحبا مشاهدين و اهلا وسهلا بكم الى حديث القاهرة من الميادين في بيبن منذ اكثر من عام والاحداث في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشهد تسارعا ملحوظا وقد افضت هذه الاحداث الى رسم خارطة سياسية جديدة لا سيما في مصر مصر التي بات لها كما هو معروف رئيس جديد هو الدكتور محمد برسي الاتي من رحم الاخوان المسلمين ومحمد برسي هو اول رئيس مدني لمصر يحيط به جنرالات كبل صلاحيته في حين ترقبه اعين رفاقه من القوى الثورية والليبرالية والسلفية حتى لا يحيد عن مسيرة الثورة التي اوصلته الى سدة الحكم وبين هذا وذاك ترتفع اصوات من الغرب واسرائيل تذكر بضرورة احترام المعاهدات الدولية وثوابت اخرى ارساها حكم الرئيس السابق حسن مبارك في لحظة صعود اسلامي افرزته بلدان ما يوصف بالربيع العربي هل يعيد محمد برسي لمصر دورها الاقليمي المتراجع ام ان دوره سينحصر في عادة ترتيب البيت الداخلي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ما هي الاولويات وما هي التحديات الخارجية في اجندة الرئيس المنتخب وهل يتحول خطاب جماعته التقليدي المعادي لاسرائيل وللولايات المتحدة الى خطاب مدجا ومهاد تحدد خطوطه العامة المؤسسة العسكرية علما ان للاخوان نظرة مناهضة للسياسات التي كان معمولا بها حيال قضايا المنطقة وملفاتها للاجابة على سئلة حديث القاهرة اليوم ينضم الينا الصحف والكاتب الاستاذ جمال فهمي والاستاذ نادر عمران عضو لجنة الاتصال السياسي في حزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسي لتعظيم الاخوان المسلمين اهلا بكما نبدأ قبل ان نستهل لقاءنا واسئلتنا بضيفينا بتقرير للزميل جميل عمر من مكتب الميادين في القاهرة حول اولويات السياسة الخارجية المصرية في عهد محمد مرسي اننا نقول اليوم اننا سنبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة امنها القومي ارست خطابات الرئيس المصري الجديد محمد مرسي نوعا من الخطوط العريدة التي ستسير عليها السياسة الخارجية القادمة مستقبلا وحملت توجها مغيرا لنهج السياسة المصرية ابان حكم مبارك وخصوصا علاقتها بالولايات المتحدة واسرائيل فضلا عن وضع القضية الفلسطينية في مقدمة الاولويات المصرية مصر في ظل الرئيس الدكتور مرسي تستطيع ان هي تصل الى حل القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت تستطيع برد تحافظ على علاقتها مع الولايات المتحدة لان مش بس مصر اللي محتاجة امريكا امريكا في حاجة الى مصر مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وايضا للشعب السوري حرص مرسي كذلك على الحديث عن الوضع في سوريا اعتبر تطورا في الموقف المصري ازاء هذا الملف الذي كان يخلد فيه الموقف المصري الى السكون اكثر منه الى المبادرة وان لم يغب عن اذهان المحللين تأكيد مرسي على ان مصر لن تسعى لتصدير ثورتها ولا التدخل في شؤون الاخرين رئيس مرسي عمل تركيز شديد على ان الامة العربية مهمة جدا الدايرة العربية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية مسألة مهمة الدايرة الاسلامية مسألة مهمة بعد بالرسالة بتقول انه هو لا نعادي احدا ويرى كثير من المراقبين ان مرسي سيحرص خلال الفترة المقبلة على علاقات متوازنة مع جميع الدول والتطلع لعلاقات اقوى مع افريقيا الى جانب توسيع الافاق العربية والدائرة الاسلامية في مجال السياسة الخارجية يامل كثير من المصريين ان تكون سياسة دولتهم الخارجية في ظل حكم مرسي خدمة للاهداف الداخلية لكنهم متخوفون من ان تكبل المواءمات الدولية هذا التوجه ليصبح تغيرا شكليا لا يلامس الجوهر عمر جميل القاهرة الميادين وابدأ مع ضيفية في حديث القاهرة الاستاذ جمال فهمي والاستاذ نادر عمران سؤالي استاذ جمال طبعا العلاقات المصرية الامريكية تعتبر تاريخية يعني منذ بداية السبعينات وعهد محمد انور السادات هل تعتقد ان هذه العلاقات يمكن لها ان تشهد تغيرا ما او تراجعا في هذا الظرف مع وصول محمد مرسي لا في الواقع لا توجد اي اشارات الى ان يعني على علاقات المصرية الامريكية بشكلها الذي عرف خلال يعني عصري انور السادات وحسني مبارك انها ستشهد تغيرا دراماتيكيا او حتى تغيرا بالمرة لا توجد اي اشارات حتى لفظية تشير الى شيء من هذا القبيل يعني الاشارات التي تصل وتراكمت على الساحة خلال المعركة الانتخابية المراحل الاخيرة خصوصا من المعركة الانتخابية التي اتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر كلها اشارات تشير ربما الى عكس التوقعات عن الولايات المتحدة الامريكية على الاقل لم يكن لديها مانع لم تكن كانت تفضل ان يأتي الدكتور مرسي الى سدات الرئاسة وان تتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين انا بنفسي سمعت من دبلوماسي امريكي يعني النظرية هي مشهورة في السياسة الامريكية نظرة الاستقرار انهم يرون ربما يرون ان يعني جماعة الاخوان المسلمين بصفتها تنظيما كبيرا يعني يستخدم الاسلام وهو دين الغالبية العظمى في مصر اسمح لي استاذ جمال ان اقاطعك في خطابه السياسي اسمح لي استاذ جمال ان اقاطعك وان اتوجه بالسؤال الى استاذ نادر يعني كان هناك او كانت هناك مخاوف كثيرة من الامريكيين ومن الغرب تجاهها الاسلاميين تحديدا الاخوان المسلمين واذا بالاشهر الاخيرة تشهد تصريحات مرحبة وتبدي استعدادا للتعاون مع الاخوان المسلمين في حال وصولهم الى السلطة وههم في السلطة لماذا هذا التغير استاذ نادر هل قدمتم ضمانات مثلا ضمانات من من بالزبط ضمانات للامريكيين يعني كان هناك خوف كبير من وصول الاسلاميين من الامريكيين هو مبدئيا السياسة الخارجية للحزب الحرية والعدالة اللي كان مرشح السياسة الرئيس محمد بورسي كان ليه برنامج وكان واضح في فكرة السياسة الخارجية بالنسبة للماضي بالنظام الحكم السابق واضح ان كان سياساتنا الخارجية كانت تنظروا عليها سياسة تائهة ليست لها وجه محدد الا انها فقط كانت تحاول على احداث التوازنات للابقاء على الحكم اطول فترة ممكنة وبشكل مستقر وامن وكانت فيه نوع من التجاهل للمتطلبات الابن القومي والدول المجاورة وفيه تجاهل لمناطق كبيرة جدا في افريقيا وفي اسيا وفي البعد الاستراتيجي البصري بالنحية العربية وبالنحية الاسلامية فكرة برنامج الدكتور محمد المرسي في السياسة الخارجية هو اعادة هذا التوازن بمعنى ان احنا لسنا فيه عداء مع احد ويجب ان تكون علاقة متوازنة حتى مع اسرائيل اسرائيل حالة خاصة لا اسرائيل حالة خاصة لان اسرائيل بيننا وبينها معاهدة وانحنا قلنا ان احنا في المرحلة القادمة لسنا في صدد او بصدد اللي احنا نعيد النظر في المعاهدات وسنحترق المعاهدات في الفترة القادمة ومن يخترق هذه المعاهدة بينه بن اسرائيل هي اسرائيل وليست مصر يعني احنا نشدنا اسرائيل انها تحافظ على المعاهدة هي المطلوب منها المحافظة على بدون المعاهدة هي التي تخترق المعاهدة وليست الجانب المصري اطلاقا ولكن عذرني استاذ العزيز خلافكم ايضا مع النظام السابق كان يقوم ايضا على نقد اتفاقية كام ديفيد التي كنتم تعتبرونها يعني هجينة ودخيلة على المواطن المصري الفرق بين الحضرين كنتم تقول عليه والفرق اللي احنا بنشوفه في برنامجنا ان احنا عايزين نبني دولة قانون دولة ديمقراطية ليست فيها قرار فرد وليس عندما يجي الرئيس ويقرر ان هو ينقد معاهدة زي ما احنا لم يأخذ رأينا كشعب مصري في هذه المعاهدة في السبعينات من حق الشعب المصري ان يوخذرها في المعاهدات في المستقبل ومن حق عندما ننقض معاهدة او نستمر فيها ايضا الشعب يكون لي رأي ويكون مجلس الشعب هو الممثل هو يأخذ الرأي وليس قضية ان الدكتور محمد مرسي يكون لي رأي شخصي ان هو ينقض المعاهدة فبالتالي حتى لو كان هو مقتنع بهذا الرأي فيجب ان تبني دولة القانون اللي قرار مصيري زي نقض معاهدة او استمرار معاهدة مش مع اسرائيل بس مع اي دولة فبالتالي لازم يكون قرار شعب وليست قرار فرد احنا عايزين نعمل بالنسبة لعلاقات الامريكية اللي حضرتك كلمت عليها عايزين نعمل علاقات مع امريكا واحنا ما قلناش اللي احنا حيبقى فيه نوع من التدجين لعلاقاتنا مع امريكا ولكن احنا نهمنا علاقاتنا مع امريكا تكون علاقة متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وليست فيها املاء او ضغط من طرف على طرف تاني لتنفيذ اي شيء والاستفادة من هذه الشراكة في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بشكل متوازن هو ده الفكر اللي لدينا في المرحلة القادمة وليس نوع من الاملاء ولا نوع من العداء يعني هو الفكر المتوازن في علاقاتنا مع الجميع اعود الى الاستاذ جمال واسأله الاستاذ نادر يقول انه السياسة الخارجية لمصر في عهد مرسي سترفض الاملاءات التي كانت مفروضة على مصر في السابق كيف يمكن لمصر ان ترفض مثلا ضغطا ما او تهديدا ما من الامريكيين بقطع المساعدات يعني في الواقع لابد في مسألة الالاقات الخارجية لابد ان نعود الى الاصول اصول ما نعرفه عن النظم السياسية ونظريات النظم السياسية وهي مجربة في واقع الحال دائما الالاقات الخارجية هي بقدر ما وربما بقدر كبير هي انعكاس للسياسات الداخلية فتقدير السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مواقفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خيارتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تجعلها مرشحة لمواقف مضادة للولايات المتحدة الامريكية اما قضية الاملاءات فما يهم الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة هي مصالح الاستراتيجية وضمنها هذه الاستقرار الذي تحدثت عنه نعم نعم الاستقرار هنا من بوابة الاطمئنان إلى أن المصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية المصالح الاستراتيجية وآيقونتها هو إسرائيل تظل محفوظة وهذا لا يوجد أي دليل على أنه لن يكون محفوظا في عصر أستاذ جمال إذا كان وجود العسكر برأيك في المشهد السياسي وإن خلف الكواليس مع المجلس العسكري هل يمكن أن يشكل ضمانة للغرب بأن مصر ستحفرم تعهداتها والتزامتها يعني القضية الحقيقة فيه مبلغة شديدة فيما يخص قدرة العسكر على لديهم قدرة بطبيعة الحال ومهم من المعادلة السياسية معادلة الحكم حتى هذه اللحظة لكن لا أريد أن أقول أن هناك مبالغة في تأثير المجلس العسكري على خيارات الحكم هناك تأثير لكن هناك مبالغة في تقدير هذا التأثير وفي تقدير حجمه تتحدث عن مبالغة ولكن المجلس عزرني المقاطعة المجلس يحفظ لنفسه بحق نقل أي قرار يصدر عن الرئيس لا 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 يستصحيحا هذا لا يستصحيحا وكل ما يقال في هذا السياق كانت دعاية انتخابية جماعة الإخوة المسلمين ربما تخلت عنها وانسحبت من ميدان التحرير حينما كانت تتحدث عن أن الإعلان الدستوري المكمل يكبل سلطات الرئيس هو يختصر فقط الجزء وبشكل مؤقت الجزء المتعلق بالتعامل التنظيمي مع القوات المسلحة ليس أكثر من هذا الرئيس يتمتع بسلطات كاملة وواسعة النطاق في رسم السياسات الداخلية والخارجية وكل السلطات التي كان يتمتع بها أسلافه من الرؤساء المصريين تقريبا الرئيس المصري هو نصف إله يتمتع بالوضع الدستوري القائم بسلطات مصري بظل الإعلان المكمل يتمتع بكل هذه الصلاحيات تتحدث عنها والإخوان انتقدوا والسلفيون انتقدوا والقوات السورية والليبرالية واليسارية انتقدت أيضا الإعلان المكمل الحقيقة التي تشير إليها هذه من الناحية الدستورية من الناحية النظرية أنا أحدثك من الناحية العملية ذلك أمر آخر لكن من الناحية الدستورية من ناحية النصوص هو يتمتع بكامل الاختصاصات فيما عدا فقط ما يتعلق بالتعامل مع المؤسسة العسكرية التعامل التنظيمي مع المؤسسة العسكرية إذا قرر الرئيس مرسي الآن فيما يتعلق التعيينات والترقيات وغيرها إذا قرر الرئيس مرسي مثلا أن يقيم علاقات أو أن يعيد حياء العلاقات مع إيران غدا هل بإمكانه ذلك هذا يعني أنا أشكرك على هذا السؤال قد كنت أريد أن أأخذه كمثال هذا الموضوع مسألة العلاقات مع إيران كمثال على غموض وربما ارتباك أولويات السياسة الخارجية كما الداخلية من وجهة نظري حسب الإشارات المتوافرة حتى الآن يعني لا أريد أن أصدر على المستقبل لكن ما هو متوافر حتى الآن من إشارات يؤكد أن هناك ارتباكا وهناك ربما غياب كامل للرؤية فيما يخص الداخل ومن ثم الخارج أيضا والمثال على هذا القوي جدا هو ما يخص العلاقة مع إيران بعد يوم أو يومين من وجود الدكتور مرسي على سدة الرئاسة صدر عنه وتنقلت وكالات الأنباء وسائل الإعلام تصريحا منسوبا له ويؤكد أن مصر لا بد أن تستعيد علاقتها ببلد كبير الرئاسة المصرية نفت هذا التصريح لمكالة فارس ثم ينفي فورا هذا الكلام يبدو في طبعاته الأولى في النسخة المنسوبة إليه منطقيا ومعقولا أن يصدر عن الدكتور مرسي لكن التراجع هذا لست أعرف إن كان تراجعا أم أن الخبر من الأصل كان خاطئا أيضا بعدين بأيام شاع نبأ أن هناك احتمال لزيارة يقوم بها الدكتور مرسي إلى إيران وإن أجل المشاركة ربما في قمة عدم الانحياة شكرا جزيلا لك أرجو أن تبقى معنا فاصل قصير مشاهدين ونعود للاستكمل حديث القاهرة من الميدين في بيرون أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام وبضيفية من القاهرة الأستاذ جمال فهمي والأستاذ نادر عمران كنا نتحدث قبل قليل عن العلاقة المحتملة ربما مستقبلا بين مصر وإيران والتي شهدت كما هو معروف تراجعا كبيرا منذ استقبال مصر أيام السادات لشه إيران ووفاته في القاهرة ودفنه هناك لكن هناك إشكالية أخرى تشهدها الساحة المصرية ويرتوقع أن تثار وهي العلاقة المحتملة مستقبلا أيضا بين الرئيس المصري وحركة حماس في قطاع غزة العلاقة بين مصر وفلسطين بجناحيها في الضفة الغربية وفي غزة كذلك أسأل الأستاذ نادر كيف يمكن لهذه العلاقة أن تتخذ شكلا جديدا في ظل العلاقة الخاصة المنسوجة بين الإخوان المسلمين وحركة حماس مع الإشارة هنا إلى أن حماس تعتبر جزءا من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين طبعا هم أبدايا أنا عايز أوضح بعض النقطة يمكن أرجع للنقطة الأولية لألا أساس جمال فهمي هي عطاء مثال على أن التصريح ظهر من الدكتور مرسي بعد توليه الرئاسة بيومين على عادة العلاقات مع إيران ثم نفت الرئاسة ويعني يسعدني أن هو بيقول المنطقيا أنه يصدق التصريح الذي صدر عن وكالة فارس ثم ليس من المنطقي أن يصدق التصريح الذي نفاته الرئاسة وهذا يظهر والله يعني مشكلة الإعلام عندنا في مصر فيما يريد إنسان أن يصدق أحد ويريد إنسان لا يصدق الآخر فأصبحت المسألة مسألة إرادة وليس مسألة صحة معلومات يعني هو مفروض كمهني طبعا وصحفي كبير كان يستوثق من الأول عفوة للإشارة أستاذ نادر يكون الموضوع منتهي أود أن أضح أن النقطة المثارة حول هذا الموضوع وأن ما قيل أن وكالة فارس كانت أجلت هذا الحوار قبيل إعلان فوز الرئيس محمد مرسي ونسب إلى الوكالة على أن الحوار أجري مع الرئيس مرسي فقط للإشارة والتوضيح نستكمل حديثنا على كل حالة تعلق بالحماز أرجو أن نستكمل حديثنا حول العلاقة مستقبلا مع حماز مثلا إذا كان لي أن أسألك لو قامت إسرائيل بغزو أو بقصف مرة أخرى ما الذي سيكون عليه موقف مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية مبدئيا نحن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا ومع نضال الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية وليسنا مع الحماس فقط أو فتح أو أي فصيل تاني فلسطين نحن مع القضية الفلسطينية ومع ما ياخد من القضية الفلسطينية بأحي حال من الأحوال وحاول كون حماس فيه تقارب فكري أو كانت بتتبنى فكري الإخوان فهذا شيء أو مبدئيا دكتور محمد مرسي الآن هو شخص انفصل عن الإخوان وقدم استقالته عندما تولى الرئاسة وبالتالي فهو أصبح رئيس لكل المصريين ويرى مصلحة كل المصريين لكنه لا يستطيع أن ينكر تاريخه الاستقالة أستاذ العزيز أكيد هذا لا ينكر تاريخه الإخواني ولا يستطيع له علاقة بالتخاذ القرار عندما يتخذ القرار يتخذه كرئيس لكل المصريين وليس كعض في جماعة الإشياء فكلنا له توجهاته وكلنا له أيديولوجياته وليس ممكن حد يتولى منصب عام ثم بعد ذلك يقول أننا أصدر هذه القرارات بناء على تربيتي في جماعة معينة أو في طيار معين ولكن هو صدقا ومبدئيا يجب أن يعمل لكل المصريين فبالتالي سيعمل مثل هذا الشيء ثانيا حصلت غارة إسرائيلية أو قصف إسرائيلي ما الذي سيكون عليه الموقف برأيك وأنت من حزب الحرية والعدالة الذي كان ينتبه الموقف في رأيي الشخصي نحن الآن لست أتكلم بالنيابة على سيادة الرئيس مرسي الآن لأنه أصبح رئيس لمصر وليس في حزب الحرية والعدالة ولكن رأيي الشخصي أنه يفعل ما أقصى ما يمكن فعله لترجيح كافة الجانب الفلسطيني ولخدمة الجانب الفلسطيني ولمساعدة الجانب الفلسطيني في المقام الأول والأخير بغض النظر عن التوجه الموجود لو حصل هذا في غزة أو في الضفة فسيأخذ نفس الموقف وليس هناك فرق بين الاثنين وسنفعل وأنا متأكد للرئيس مرسي بما أعرفه عنه أنه سيفعل كل ما في واسع لمصر الشعب الفلسطيني وليس كان كما يفعل الرئيس المخلوع من قبل من النظر إلى مصلحة ومصلحة أمريكا أولا أستاذ نادر أعود لأسألك أيضا فيما يتعلق مثلا بالعلاقة مع إيران وكنا تحدثنا إليها هناك علاقة كانت تربط إلى حد كبير حركة حماس وإيران الإخوان المسلمون كانوا على علاقة أيضا أو على التقارب إلى حد ما مع إيران بالنسبة للعلاقة مع إيران كيف يمكن مثلا أنتم أن تسهموا في تقريب وجهات النظر من أجل الشرح ربما في ظل هذا الفرز الكبير حاليا على السحة الإسلامية من أجل تقريب وجهات النظر مثلا بين المصريين والإيرانيين المجهود اللي نعمله كحزب حرية والعادلة في التقريب بوجهة النظر على السحة التحديد أنا ما أعتقدش تفضل أنا ما أعتقدش أن مهمتنا في السياسة الخارجية هي الريادة الخارجية نقطة طير عايزة أقول عليهم دلوقتي نقطة اللي نحن مهتمين في المرحلة الجاية جدا بالبناء الداخلي لمصر ومش معنا أن نحن مهتمين ببناء الداخلي معنا كده اللي نهمل الخارجي ولكن العلاقات الخارجية ودور مصر الخارجي وقواتها الخارجية مبنية على قواتها الداخلية على سياسة قوية واقتصاد قوي ومجتمع قوي وعمل مجتمع قوي ده بيؤكد وبيزر وبيقوي قوة مصر الخارجية عندما حتى تكون في رغبة لاستعمال أي من أدواتها الخارجية بالتالي لازم تكون دولة قوية داخلية عندنا أمثلة في اليابان وهذه الدول قوة نفسها داخلية جدا فبالتالي بقى لها دور خارجي قوي بالنسبة للعلاقة مع إيران أنا أعتقد شخصيا أن العلاقة مع إيران زي أي بلد تاني نحن مفتحين على الكل لم نستثني من هذا الانفتاح أي بلد ولكن لما يعود بالمصالح لن تكون هناك خصوصية معينة الخصوصية معينة هي فقط مع إسرائيل ولكن مع كل بلاد العالم لا يوجد هناك مبنية على المصلحة مصلحة الطرفين ومصلحة الشعب المصري أولا وأخيرا وليس هناك خصوصية معينة الوضع إيران فيما يتعلق إذا كان لنا أيضا نسأل فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب تحديدا هناك كان ترحيب كبير وكان نوع من التركيز على أن الإخوان المسلمين بما يجسدون يمكن لهم أن يكونوا قادرين على حكم مصر وعن تحقيق الاستقرار لكن هناك نقطة أخرى وهي أن انشغال مصر كما أشارت وربما الحديث عن انكفاء المصريين من أجل التركيز على الداخل يمكن أن يحد من طموحات الرئاسة المصرية في التوجه إلى الخارج هل هذا صحيح برأيك؟ لا أعتقد أن هذا صحيح بقول لحضرتك العمل في بناء الداخل ليس معناها الإنعزار عن الخارج أو عدم العمل ولكن هو دفع وهو نوع من إيجاد الزخم الحركة اللي بيحزز علاقات مع حضرتك عرف أن العلاقات مع دول كثيرة قائمة مثلا على الاقتصاد فإذا لم يكن هناك بيئة اقتصادية بيئة استثمارية مشجعة في مصر وبالتالي يبقى فيه نوع من الاستثمار للغرب وفيه التعاون مشترك مع الغرب بالتالي لازم يكون تنمية البيئة الداخلية لإستثمار هذا نحاول نتوجه لدول أبعد حتى في أمريكا اللاتينية وهذه الدولة علاقاتنا فيها ستبنى على الشراكة الاقتصادية وبالتالي نتمنى أن يكون فيه شراكة اقتصادية فبنهي المناخ الداخلي لعمل هذه الشراكة وأيضا مع أوروبا أوروبا فيه مستثمرين كتير جدا يتكلمون هنا في مصر العمل نحن نريد لبناء مصر بناء البنية الأساسية المصري بشكل قوي جدا واستثمار هذه البنية الأساسية في التعامل مع الغرب في إعادة العلاقات في وجود علاقات قوية عن طريق بناء البلد وليس مجرد عن طريق الاجتماعات واللقاءات والكلام المنمق فقط أعود إلى ضيفي الأستاذ جمال فهمي أستاذ جمال فيما يتعلق بالعلاقة التحديدا نعود إلى موضوع فلسطين يقول الأستاذ نادر أن الرئاسة المصرية بالطبع ستكون مع الشعب الفلسطيني في الضفة وفي القطاع بشكل متوازن ولكن برأيك أنت ككاتب وإعلامي هل يمكن أن يتغير شيء في أداء مصر في حال حدوث غارات أو اعتداءات إسرائيلية جديدة مثلا على القطاع يمكن مثلا لنا أن نشهد فتحا للحدود مع قطاع غزة الحدود مع قطاع غزة أظن أنها الآن مفتوحة بل هي مفتوحة على نحو واسع جدا لا يكاد ينتظمها نظام على الإطلاق فما كان يحدث أيام مبارك لا تحدث عن المعبر أقول فتح الحدود تقديم مساعدات وخلاف ذلك في حال حدث عدوان سيئة جديدة دعني أقول لك أخي الكريم أن مصر تغيرت مصر تغيرت بالفعل هذا على الصعيد الشعبي وهو أصبح ما يخص القطاع القطاع الأكبر من الجمهور هو دخل على المعادلة شعب المصري دخل على المعادلة ويصعب بل ربما من المستحيل إخراجه منها مرة أخرى كما كان يحدث في السابق سواء فيما يخص قضايا الداخل أو قضايا الخارج ووضع فلسطين في الزهنية الجمعية للشعب المصري وضع متميز وخاص جدا وتحديه بعد الثورة كان تحديه قبل الثورة أمر صعب ومظاهره كانت تتضح في الشوارع بسهولة فما بالك بعد الثورة لكن حينما نتحدث عن السياسات الرسمية فهناك معادلات أخرى ومعطيات كثيرة تتحكم فيها لها علاقة بخيارات الداخل أعيد وأكرر هذا لها علاقة بخيارات والانحيازات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل تنعكس على الخارج من وجهة نظري ومن وجهة نظر المهتمين بالعلوم السياسية والنظم السياسية أهلا لك أن تشاهدنا بالضبط ما الذي يعني ذلك أنه انكفاء نعم نعم سأقول لك حالا يعني خيارات جماعة الإخوة المسلمين على ما يبدو من برامجها ومن خطابها المعلن دعك من يعني الجانب الأخلاقي ويعني الخطاب الديني الذي قد يظهر أحيانا لكن في المضمون في مضمون المحتوى هو لا يختلف كثيرا عن خيارات مبارك أنا أقصد هنا في الداخل يعني خيارات مبارك الاقتصادية والاجتماعية يعني إذا شئنا استخدم يعني أوصاف من نوع اليمين واليسار فهما أقرب أقرب ولكن نتحدث على العلاقة مع فلسطين تحديدا هنا أستاذ جمال أنا أود أن أسأل برأيك بالمقابل نعم بالمقابل هذه الخيارات في الداخل تفرد نوعا من الخيارات في الخارج حتى على الصعيد الإسرائيلي أنا أرى أن في الشكل لن يكون شكل المهين الذي كانت عليه علاقة مع إسرائيل لن يعود مرة أخرى سواء مع جماعة الإنخلان المسلمين أو مع غيرها هذا في الشكل لكن في الجوهر أنا لا أظن أن هناك اختلافا كبيرا عما كان يفعله وإذا كان لي أن أسألك أستاذ جمال نظام مبارك كان نقاسيا جدا اسمحني لكن في الجوهر أن تصل الأمور إلى مواجهة من أي نوع ليس فقط عسكرية مع إسرائيل لا أظن أن نظام مبارك كان أقرب إلى السلطة الفلسطينية يمكن أن يسعدمها الرئيس مجرسي أو جماعة الإنخل المسلمين على الأقل في المدى المنظور أستاذ جمال النظام مبارك كان أقرب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية منه إلى حماس أعود فأكرر السؤال أستاذ جمال النظام مبارك كان أقرب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية منه إلى حركة حماس هل تعتقد أن تغييرا ما سيطرع على هذه العلاقة أما سيكون هناك نوع من التوازن وهذا السؤال سأعود إليه أيضا إلى الأستاذ نادر لا تفضل تفضل أستاذ جمال ومن ثم أستاذ نادر تفضل نعم يعني أظن طبعا بطبيعة الحال سوف يكون هناك الميل سينعكس يعني كانت القاهرة أيام نظام مبارك تميل طبعا إلى سلطة نابلس أظن أنها اتجاه الميل سيختلف وسيكون نحو سلطة غزة أستاذ نادر لو سمحت ممكن تعليق صغير على الموضوع هل ستميلون إلى حماس أكثر من السلطة أنا قلت نفس الكلام منذ قليل أننا سيكون إن شاء الله توجه حزب الحرير العدالي هذا تصورنا لتوجه برضو سيادة الرئيس مرسي هو لمصلحة الشعب الفلسطيني بشكل مجرد وليس يعني في توجه لحماس أو توجه للسلطة الفلسطينية في رمالة ولكن مصلحة الشعب الفلسطيني وليس لن يكون هناك يعني معيار آخر من المعادلات ولكن هي الفكرة الأولى والأخيرة اللي ممكن يعني علق عليها في مواقف دكتور مرسي إن الموضوع وجود دكتور مرسي في الرئاسة بيبقى الموضوع مش بهذه البساطة ومش بهذه القرار بيبقى فيه تداخلات ومعادلات كبيرة جدا ومتغرات كبيرة جدا ولكن أنا أتكلم من ناحية الفكر من ناحية التصور إنه لا يكون فيه حياز إلا للشعب الفلسطيني ولمصلحته فقط أستاذي العزيز أستاذناك سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنستكمل حديث القاهرة من أبنى يدين في بيرو فبقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين في حديث القاهرة مع ضيفي الصحفي والكاتب الأستاذ جمال فهمي من القاهرة وأيضا من القاهرة معنا الأستاذ نادر أمران من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في محورنا الثالث سنتحدث عن التحديات تحديات إضافية يواجهها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي تحديات محورها حماية مصادر النيل والنيل كما هو معروف يعتبر من الثروات الحيوية ومن القطاعات المهمة بالنسبة لكل مصري كذلك هناك ما هو أهم هو إعادة وصل من قطع بنا عهد مبارك أو في أواخر عهد مبارك مع الدول الإفريقية التي كانت ساندت كثيرا نعود إلى الأستاذ جمال فهمي ونسأل حول المواقف التي يمكن أن يتخذها الرئيس المصري على صعيد إعادة وصل من قطع مع الدول الإفريقية وأيضا فيما يتعلق بسياسة المائية التي غابت أو غيبت في السنوات الأخيرة هناك مخاوف من السدود التي تقام ربما لحصر مياه النيلين الأبيض والأزرق هل من ضرورات ملحة تعتبر أنت ككاتب وإعلامي متابع أن يتوجب على مصر أن تقوم بها في هذا المجال نعم بطبيعة الحال هناك منطقة خراب هائلة تركها نظام مبارك فيما يخص العلاقات المصرية الإفريقية وخصوصا ما يتعلق بالشريان الحلوي للحياة في مصر وهو منابع النيل كانت سياسة كارثية بطبيعة الحلوة لا يمكن أن يكون هناك أسوأ مما كان لكن ما يسير الأسى والحزن فعلا أننا لا نرى في الواقع لم نقرأ حتى على الأقل شيئا حتى ولو على صعيد الكتابة يعني على صعيد الخطاب السياسي لم نقرأ شيئا عن خطط حزب الحرية والعدالة ولا جماعة الإخوال المسلمين ومن سم الرئيس مرسي فيما يخص العلاقة مع إفريقيا ويعني لعل قمة تديس أبابة تشكل مناسبة يطل من خلالها محمد مرسي الرئيس المصري الجديد ليخاطب ربما محاوريه وأصدقاء مصر من الأفارقة وليعلن أيضا توجهاته الإفريقية ربما هي فرصة طبعا لكي يتحسس أهمية هذا الملف الحيوي والخطير لكن ما أجيبك عنه أخي الكريم هو هل هناك رؤية تبدو أو حتى إشارات تبدو على إعطاء هذا الملف أهمية خاصة ويعني بطبيعة الحل إذا سألت أخي الأستاذ نادر فرور سيقول لك نعم نعم نحن نهتم كأي مواطن مصري ونحيل السؤال إلى الأستاذ نادر لو سمحت أستاذ القضية لكن الموضوع هو الرؤية تفضل الأستاذ نادر فقط حول هذه النقطة لو سمحت هل من توجهات هل أسيرت هذه القضية أو تسار من قريب أو بعيد ضمن حزب الحرية أو العدالة أو أسيرت في الماضي وهل من توجهات يحكي عنها في الكواليس حول موضوع الأمن المائي لمصر جميل جدا مبدئيا هو حضرانك لو كنا رجعنا البرنامج الانتخاب لدكتور محمد المرسي سنلاقي أن بالنسبة العلاقات الخارجية في محاور كتير منها محور الانتماء الأفريقي من أهم النقط والعناصر المذكورة في البرنامج عن محور الانتماء الأفريقي هي قضية المياه وحسة مصر من النيل وقبل ما يتكلم على قضية المياه هو يناشد بنناشد لنعمل سياسة خارجية وإعلامية لتصحيح صورة مصر فيها دول حوض النيل لأن اللي حصل للفترة اللي فاتت أن من علاقاتنا مع هذه الدول ومن لقاءتنا مع صفراء مصر في هذه الدول شعرنا أن فيه هناك نوع من الإحساس في هذه الدول بالاستعلاء المصري على هذه الدول الدول دي كانت كثيرا طلبتنا ندخل في اتفاقيات وندخل في مشاريع وندخل في مؤتمرات خاصة بين الأيام النظام القديم وحصل نوع من التجاهل الشديد لهذه الدول فبادت هي بالتالي تكتمع مع نفسها وتحدد مصائرها بدون اللجوء إلى مصر فإحنا فعلا قعدنا مع السفراء المصريين في هذه الدول نعم وشرحونا القضية وابتدى العمل على محور هذه الانتماءات الأفريقية لست فقط في مجال المياه وهو مجال المياه وحصل أنه أهمها على الإطلاق على رأس هذه الموضوعات أفهم أن الموضوع الأفريقي يحتل أولوية بالنسبة للتوجهات المستقبلي للرئيس محمد بورسي لو قلنا الأولوية فنجد الأولوية كتيرة ولكن نريد أن نعمل على كل الاتجاهات على كل المصارات في نفس الوقت مش فقط حتى في إفريقيا في حصة المياه بالنين ولكن هناك أصلا الغذاء الزراعة هي قطاعات كلها حيوية أستاذ ناجر في حضرتك مثلا من المشاريع التي نفكر فيها مشروع لجعل مصر وجعل البلاد في أفريقيا نقطة التواصل بين دول العالم كمطارات لأن أفريقيا بعيدة عن كل الدول بتاعة العالم ففكرنا نحن نعمل حاجة زي كده وبندرس حاليا وجود حاجة اسمها هب أي زي موجود ودور دبي واليورو ايربورت يعني في أفريقيا محطات وسيطة يعني الحاجات هذه تحقق على الأمر شكرا أرجو أن تبقى معنا لأنه سينضم إلينا الآن الأستاذ هاني رسال رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام أستاذ هاني مرحبا بك أهلا مسهلا بكم سيد الكريم لا شك أنك استمعت إلى ما ذكرناه فيما تعلق بالأمن المائي المصري هناك مخاوف كثيرة من أن مصر كانت إلى حد ما تتعرض لحصار مائي ما هي الخطوات الواجب قيامها عاجلا من أجل الخروج من هذا الحصار خصوصا في ظل السدود التي تقام من قبل أثيوبيا أولا تحية ضيفيك الكريمان الأستاذ جمال والأستاذ نادر فيما تعلق بقضية المياه وحوض النيل وإفريقيا طبعا أنا تابعت ما ورد في البرامج الرئيسية الانتخابية وبما فيها برنامج دكتور محمد مرسي وأعتقد أن ما ورد بها كان شديد العمومية وعموما هذا ليس مهما الآن لأن ملف مياه النيل هو ملف متعلق بالدولة المصرية ويجب أن يتم تناوله من هذه الزاوية فليس مهما أن يكون هناك حزب القرية والعدالة الذي يحكم أو أي حزب آخر لأن هذه قضية دولة تخص الدولة المصرية ككل ومستقبل مصر بغض النظر عن الأحزاب أو التمايزات النقطة الثانية أن الحديث الشائع والذي تفضل به الأستاذ نادر الآن حول الاستعلاء المصري وغير ذلك هذا الحديث سبق أن تناوله الموسيقى الشعبية وأعتقد أنه لا يلمس عمق الملف لأن ما يحدث الآن هو خلل في التوازن القوى الاستراتيجي في حوض نغر النيل قضية المياه لا يمكن فصلها إطلاقا هل سيجل استدراك هذا الخلل ومعالجته هذا تطلب أولا للانتهاء من بناء النظام السياسي هناك رئيس جمهورية قد تم انتخابه لكن مازالة هناك قضايا عالقة أهمها الدستور والبرلمان وحينما تفتمل هذه المؤسسات تستطيع مصر أن تخرج من حارة الارتباك الداخلي وتستطيع أن تتبنى استراتيجية جديدة لهذا الموضوع تحتوي على اقترابات متعددة بمستوىات مختلفة للتناول وأنا أحذر هنا من الرؤية الصفحية فيما يتعلق بالحديث عن العواطف وعن الصور المتبادلة هنا وهناك هذه موازين قوة اختلت في حوض نهر النيل وبها تدخلات إقليمية ودولية عديدة ويجب الانطلاق في هذا لمعالجة ملف من هذه الزاوية وليس من حديث عاطفي وحديث عن صور وعن دبلوماسية شعبية وغيرها أستاذ هاني سؤالي الأخير لو سمحتوا باختصار لا يجب على مصر أن تضع سياسة مستقبلية وترسم ملامح التعامل مع دول الجوار خصوصا فيما تعلق بمستقبل الأمن المائي بالتأكيد ويجب الإسراع بذلك وهناك فشل في الوقت الحالي بعد توقيع بوروندي من مواطلة من أسيوبيا في اللجنة السلسية حول موضوع السدود موقف سوداني متزبزب في قضية السنود أيضا مع أسيوبيا لذلك يجب على الدولة المصرية بمؤسساتها ورهي المؤسسات لديها خبرات طويلة ومعرفة متراكمة وتحتاج إلى رؤية استراتيجية وتوجيه سياسي وأخص بالذكر وزارة الرأي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والأجهزة الأمنية السيادية وكلها تعرف التفاصيل وتستطيع أن تنفذ رؤية إذا وضعت رؤية صحيحة في الحياة الصحية هاني رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام من القهرة كنت معنا في اتصال هاتفي شكرا لك على هذه المداخلة أعود إلى أستاذ جمال فهمي أستاذ جمال استمعت إلى مقاله الأستاذ رسلان لا شك أن مصر يعني تواجه تحديات كثيرة لكن الأمن المائي من الأولويات ويجب أن يكون على ما يبدو نعم طبعا هذا ما كنت أشير إليه يعني في مداخلته في مداخلته السابقة أن هذا الجانب بالتحديد والذي لا بد أن يكون أولوية فوق كل الأولويات لأنه يعني 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 يتعلق بأمر حيوي يعني يعني لا يحتمل التأجيل وهناك يعني وأنا أؤكد على ما قاله صديقي هاني رسلان أن يعني هناك سيادة لنظرة لا أريد أن أستاذ متأمير لازل يستخدمه نظرة مسطحية لكنها نظرة لا تمثل فعلا عمق القضية وخطوراتها وتعقيداتها هذه النظرة دعني أقول التبسيطية لقضية العلاقة مع إفريقيا ومصالحنا الحيوية عندما يعني هل تعتبر أنه يجب وضعك أولوية المباشرة فيها أستاذ جمال يجب المباشرة في التعامل مع هذا الملف الحساس نعم هي أولوية قصوى من وجهة نظري فوق كل الأولويات فوق كل أولويات العلاقات الخارجية لمصر في هذه المرحلة غياب هذا الوعي بخطورة وأهمية هذه المسألة يشير إلى مجمل الأزمة التي تواجهها الدولة والمجتمع المصريين في ظل حكم الرئيس مرسي الذي يعني لا يبدو فعلا أن هذه القضية هو يقدرها كأي مواطن باعتبار قضية مهمة لكن شديدة الأهمية وشديدة الحيوية هذا أمر غائب كما يبدو أن هناك أشياء كثيرة غائبة الأستاذ نادر يقول أنه الأستاذ نادر قال قبل قليل أنه الموضوع لم يكن غائبا وليس مغيبا عن توجهات الرئيس مرسي على كل حال فلنستمع إلى ما يقول حول هذا الموضوع تحديدا أن الأستاذ نادر في حال مثلا رفضت أثيوبيا التوقف عن بناء السدود التي تحاصر مائيا مصر ما الذي يمكن أن يكون عليه هذا الموقف وهل يمكن برأيك أن يحصل توجه ما بعمل على الأرض من أجل حماية المصلحة القومية المصرية طبعا أنا أتكلم أنا ما كنت أتكلم على الفكرة في البرنامج الرئيسي وأستاذ جمال قال أنها لا تذكر إطلاقا في البرنامج الرئيسي وعندما ذكرت أنها ذكرت في البرنامج السياسي ذكر أنها لم تذكر بهذا العمق وعندما قلت أننا عملنا أبحاث فيذكر أنها ليس بهذا العمق لا يجب أن تأخذ أولوية قصة وليس هذه قضية اسمح لي أن نركز على مجمع السؤال أن الوقت يدهمنا لو سمحت تفضل أفنديم الوقت يدهمنا ولم يتمقل لدينا إلا حوالي دقيقة ممكن فقط الإجابة على السؤال الفكرة بخصوص أن فعلا فيه اتصالات جارية وفعلا فيه مناقش الموضوع يمكن قبل تولي دكتور مورسي رياسة بكثير وقلنا لعملنا جلسات عمل مع سفراء مصر الحاليين في بلاد كثيرة في أفريقيا لمعرفة الوضع وأعطوا تقارير وأعطوا أوراق مفصلة جدا على القضية ومفروض العمل فيها ولكن ليس هذا المجال للحديث عنها ولكن كما قلت هي قضايا ضمن قضايا كثيرة يجب إعطائها الأولوية وقلت أن الأولوية في أفريقيا إلى قضية المياه فقط ولكن من الظلم أن نعتبر أن قضيتنا في أفريقيا قضية المياه فقط ولكن هناك قضايا كثيرة الأولوية للمياه ولكن هناك قضايا أخرى في الختام أشكر ضيفية صحفي والكاتب الأستاذ جمال فهمي والأستاذ نادر عمران عضو لجنة الاتصال السياسي في حزب الحرية والعدالة التغاية السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين كما أشكركم مشاهدينا وأدعوكم إلى لقاء جديد مع حديث الوطن الأسبوع المقبل من الميادين في بيروت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر